السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهر ده هنعمل مع بعض أكلة نص الأسبوع هنعمل مع بعض بطاطس بالدجاج هنشوف أي نوع هنستخدم اللي هو أفغاد الدجاج بتيجي هي كده مجمدة أو طازجة زي ما انت بتحبها هنخسلها و هنبدأ مع بعض في الشغل معنا شطة و معنا ثلاث فصوستوم و ثلاث بصلات و طمطمية حلوة كده و أربع بصلات و طبق الدجاج قطعة الدجاج هنقرط البصل و هنحط في الكبه ثلاث بصلات و هننزل عليهم بطمطمية حلوة كده مقلبزة و ورقة صلصة يبقى هما ثلاث بصلات والطمطمية ورقة صلصة و نص معلقة ملح و نص معلقة فلفل اسو بس كده مفيش أفسط من كده هنا هنقرط البطاطس لربع بصلات معنا 4 بطاطسات يعني نص كيلو بطاطساية كده عليهم الثلاث فصوستوم و هننزل بنص السلصة اللي عملناها دي او الصوص عليها و هنا هنحشي هنحشي كل قطعة او شبه المحشي كده بظهر تبقى مكببة و حلوة كده هتمل لها نفسها وهي هتشرب الصوص و تبقى جميل و لون هيبقى أحمر من السلصة اللي احنا حتناها و لو سبتها ساحتين قبل ما اتطيبها هتبقى حلوة لان تتبل أكتر بس بعدين لما نخلص حابة تزود مياة زود مياة مش حابة تزود مياة انا منحبها نشفة زي انتو يعني طلبك ايه فحنولى عليها النار لمدة عشر دقايق بعدين نوطى عليها النار لما تاخد نص طياب حتها في الفرن يعني ترد شوية يعني تنشف شوية يعني خليك حذرة لان لو معاش عليها مياة ممكن تشيت منك بس هيفها ميتها يعني حلوة حتى هتملعها لو عايزها هنشفة يعني و غطاها كويس ولما تحطها في الفرن طبعا بتحطها و بتعريها ان شاء الله وهي الافخد بسيطة يعني حاولة خارط البطاطس رفايح تحتها بس هنا ما شاء الله بعد ما طلعت جميلة و جربوها وسهلة و بسيطة و على ضمنت يعني ما شاء الله حلوة جميلة و القطعة يعني بقت حلوة مليانة كده يعني الطبقة عمل الحبة حلوين يعني الطبقة تقريبا تسمى